البرلمان الكويتي في موقف قوي جدا في موضوع التطبيع أيضا البرلمان الكويتي أقر قانون يناهض التطبيع بشكل كبير ودي مش أول قانون يقره البرلمان الكويتي يعرب رئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي عن تضامنهم الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعن الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصهيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في مدينة القدس وعحيائها وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني إن أقرار تعديلات لتشجيد العقوبات وسد الثغرات على قانون حضر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني والتي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة مجلس الأمة المنعقدة اليوم الخميس 27 مايو 2021 تستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه وتحية للمجاهدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة هل يوافق المجلس على هذا البيان؟ إذن موافقة بالإجماع بالإجماع البرلمان الكويتي أصدر قرار بتجريم التطبيع ومعاقبة من يقوم بالتعامل أو برمل اتفاقات أو الصفقات مع جيش الاحتلال واحد من أبنائه والعقوبة المطروحة السجن المؤبد بتصل للسجن المؤبد بتبدأ من السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنين وغرامة مالية وتصل للسجن المؤبد القانون ده أخضب جيش الاحتلال والإعلام علق بتلك الطريقة على هذا القانون هناك גם בפרלמנט, בפרלמנט הקוויטי שמנסה מואש ניכל לרכוב על הגל הזה ובאמת הוא מעביר באופן עקרוני ממש בימים האחרונים סוג של הצעת חוק שמתאינו נשים כבדים על כל מי שמנרמל את היחסים ישראל זה איזושהי הרחבה של חוק החרם מ-1964, 5 עד 10 שנות מעשר פלוס כנס כספי, הצעה הפוליסטית יש שיגידו בוא נשמע את יושב ראש הפרלמנט בנושא הזה וגם כמה אזרחים ברחובות שיצאו להפגין הנה עגלב العרב والمسلمين, בל العالم אףמר תابע מה יحدث فيه الأيام الماضية من עדوان جبان يستعجال الانتهاء من قانون حضر ومنهضة التطبيع مع الكيان الصيون וגם שגם בפרלמנט בפרלמנט إعلام גיש الاحتلال بيقول לעكويت إنها بتركب الموقع القانون لم يغضب فقط גיש الاحتلال أخضب المطبعين العرب اللي هم ألعب من جيش الاحتلال هؤلاء المطبعين اللي بيدفع عن كل رضيلة وكل مستبد فجر السعيد أو فجر السعيد مثال اللي دايماً يصطدفوها وبتحظى بعناية وطبطبة من الإعلام المصري عشان بتشكر في السيسي وتشتم معارضين وتشتم أي حد يفكر يعارض المستبدين أو حد جنبه ممكن يفكر وتصفهم بالمتأمرين وبتحظى بيحبوها قوي في الإعلام المصري عشان بتعرض للسيسي طلع التهاجم هذا القانون فجر السعيد فجر كوتين طلع التهاجم هذا القانون عبر إعلام جيش الاحتلال بقى لكن فجر كانت فين كانت في بيتها هو مطرح أفمس זה חוק של מה עם האנשים כלומר אני ניסיתי לדבר מהם יכולים עם האנשים בקווייט זה היה הרבה יותר קשה מבעבר אבל כן מצאנו מישהו שהסכים על לדבר והיא נמצאת בקווייט? היא נמצאת במצרים אבל היא מתכווה לחזור לקווייט מדובר בפג'ר السعيد עיתונאית, יש לתקשורת קווייטית מאוד מוכרת שנויה במחלוקת צריך לומר אבל כבר לפני שנתיים היא תמכה בנרמול היחסים ישראל עוד לפני שזה היה טרנד בוא נשמע מהי אומרת בתגובה לחברי הפרלמנט לא נראה שהיא מתרגשת יותר מדה هنا חוק של מה قالت לו فوجري في الكווيت قال ليها لا في مصر طبعا الكווيت القانون فيها صار אני משעارف فوجري بقى هتكمل في مصر ولا هترجع في الكווيت اللي الأفعال فيها دה مجرمة فوجري طالعה من مصر مش من الكווيت من مصر مع כל أسف فوجري وصفت من وضعوا هذا القانون بأنهم مجموعة مفلسة هو مجرد استغلال حدث من مجموعة مفلسة هذه المجموعة تبقي أي موضوع شعبوي ثم طلعوا في أجندة هم عاجزين عن تحقيقها لذلك ילجؤون لأي أحداث أو بعض الأشياء اللي لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع هذه الأحزاب أكيد لها أتباع صوتهم عالي وانت عارف الأغلبية دائما صامتة الأغلبية تجنح نحو السلام دائما صامتة فهذه أغلبية صامتة أنا أمثل هذه الأغلبية الصامتة فوجري بتمثل أغلبية الصامتة الأغلبية من الشعب الكويتي فوجري عادت لتطالب أنها تزور الأراضي المحتلة بتلهم بس ما تحطوش خيط مع الجواز عشان أبقى عرف أرجع الكويتي بعد تطبيع وراي جلت قبل لطبع دول خليج ولا زلت مصرة عليه نجلس على طاولة التفاوض بالحل الدبلوماسي نقدر الوصول إلى حلول عديدة لسألت أن أنا ودي أزور القدس فاسمحوني في زيارة القدس بدل تختم جوازي أنا مع التطبيع وراي قلت قبل لطبع دول خليج ولا زلت مصرة عليه نجلس على طاولة التفاوض بالحل الدبلوماسي نقدر الوصول إلى حلول عديدة لسألت أن أنا ودي أزور القدس فاسمحوني في زيارة القدس بدل تختم جوازي أنا مع التطبيع وراي قلت قبل لطبع دول خليج فجر السعيد وهو النطق الصحيح لإسمها طبعا لم تتحدث أبدا عن جرائم جيش الاحتلال بل قالت قلبت الحكاية فظيع جدا فكرتني بخضرة محمد صلاح على ناحة التويتر قالت إزاي رئيس حكومة غزة ينام وأهله بيتقيت له الشيء اللي أنا مقتنعة فيه أمشي فيه لا أخاف لأنه بالنهاية أي عقاب ينتج علي من شيء أنا مقتنعة فيه أنا متقبلته شوف أنا أخشى أني أنام بالليل وأنا ما أحترم نفسي إذا قلت شيء ما أنا مقتنعة فيه أنا أتكلم إنسانيا شون أنت تنام وشعبك قاعد ينضرب بالصواريخ شون أنت تهنئ لك النومة في فراش وثير بينما شعبك ينضرب بسببك بسبب سياساتك شوف إزاي يا أخي شوف الفجر من الفجر شوف الفجر قالت إزاي يسكت والناس بتتقتل طيب يعني أنت عارفة أن الناس بتتقتل في غزة وإنت بتتكلمي وتتسيري وتتبادل القلوب مع اللي قتلوه ولا تحدثيهم أبدا أنه هم قتلوه لا أنت بتهجمي رئيس حكومة غزة وتقوله إزاي يتنام وهما بيموتوا طيب اللي بيقتلوهم دول حبيبنا هو رئيس حكومة غزة اللي قتلهم ولا أنت اللي طالع معاهم هما اللي قتلوهم مشهد في غاية الفجر من فجر السعيد هو ليس بجديد والله العظيم أنا خلصت فيها كل الكلام فجر السعيد دي أنا خلصت فيها كل الكلام قال إزاي إزاي نا طب كلمة لدول طب وإنتوا يعني كلمة ها رمي بتاع لا أنا جاي أزوركم بس ما تحطوليش خلت مع الجواز عشان أعرف أرجع الكويت إيه إيه الفجر ده وهي تمثل الأغلبية بقولك كل جملة يعني إيه الواحد بتجي أخد نفس عميق قالت لك أنا أمثل الأغلبية الصمتة التي تجنح للسلم ده ما اسموه سلم ده اسمه خنوع ومدلة خنوع ومدلة والشعور بالدونية أمام الأعداء ده أمرت بيعاني مينه ناس كتير على فكرة مش حاجة ساتنائية الفجر المقابلة دي ما كانتش الأولى لفجر السعيد اللي واضح إنها مقيمة في مصر دي مش مقابلتها الأولى مع علام جيش الاحتلال ظهرت قبل كده في الإعلام العبري وقالت كده رأيون رאשون لخلي تقشورت إسرائيلي مأرصا أشت التقشورت الكويتيت مبهيرة أنا أمدت مأخوري دفغاي أنا ما رح طبعت فرحة الحين دخلت ودخلت مطار بن قورون ونزلت على إسرائيل وقلت لهم يلا أنا مطبعة أنا دعيت دعوة أو تمنيت أمنية قد تقبل أو ترفضوا لكن هذا رأي الشخصي أنا وصلني تأييد ووصلني استنكار تلقيت تهديدات كلامي عن إسرائيل كحال أي فكرة أطرحها أنا متعودة على تهديدات أعتقد أننا في هذا الزمن في هذا الوقت في هذا التوقيت تحديدا أكثر قبولا طب إيه يا ترى يا فقر اللي خلاكي تحب التطبيع لو نسيته ده اللي أحببها فيه السلام مع إسرائيل النقطة التحول عندي جنازة رابين لما شفت كمية حضور الرؤساء العالميين لو رئيس عربي ثاني متوفي في نفس اللحظة لن يحضر جنازة الجيرانة ويمكن بعد يبعثون رسالة أبرقية وخلاص أعتقد أن الخطر الإيراني بدأ يقرب ما بيننا أكثر فبالتالي عندنا مجال للاتحاد مع بعض والتطبيع مع بعض القضية الفلسطينية هي العقبة أمام تطبيع علاقات لازم تقتنع إسرائيل في الدولة فلسطينية مجاول اللي لم يتم هذا لن يتم السلام أحنا نمد إيدنا لكم بالسلام نتمنى أن نرى أيضا السلام منكم ومشكل السلام مع إسرائيل بالسلام إحنا ابتدينا بالسلام إيه اللي هزك من جوه يا فجر؟ قالت لك لحظة وفاة جنازة رابين جنازة رابين زلزلتها شكرا لكم